موسيقى مساء الفل، مساء التفاؤل، مساء الطاقة الإيجابية على كل جمهور ومتابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان كل واحد مننا لحياته والاهتماماته والشغفه في الحياة بعض الناس بعتت لنا على الصفحة يا هل ترى برنامج حياتك هيتكلم عن إيه بالضبط أحب طبعا أنوه لكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا أن هذا البرنامج هيكون هو نبض الشارع المصري إن شاء الله هنتكلم في كل القضايا الرياضية والسياسية والاجتماعية والفنية إن شاء الله هنكون صوت الناس البسيطة إن شاء الله هنكون لسان حال الشارع المصري أحب أنوه لكل السادة المشاهدين إن هذا البرنامج هو برنامج حياتك هيكون عبارة عن فكرتين الفقرة الأولى هكون هي الفقرة الرياضية هنتكلم طبعا فيها عن كل الموضوعات الرياضية هنتكلم فيها عن الدور العام وعن كرة اليد والسلة وجميع الألعاب هيكون طبعا معايا فيها كل حلقة نجم كبير من النجوم اللي أنتو بتحبوها ودايما بتحبوا تتفرجوا عليهم أحب طبعا أنوه أيضا إنها هيكون في الفقرة التانية فقرة الحياة والمجتمع ودي لها قوم بتقديمها الإعلامية الجميلة أستاذة غادة فتح الله إن شاء الله يكون برنامج يحقق رغباتكم وأحلامكم بإذن الله تعاهدنا منذ وجودنا هنا في قناة الصحة والجمال إن هذا البرنامج سيتحدث بلسان الشارع المصري اللي هيطلع من قلبنا هيروح لقلوب الناس لأننا لا يعرف إلا المصدكية أحب في البداية رحها بزملتي غادة فتح الله أهلا بيك أهلا بيك يا جمال لوين حياتك بألوان التفاول والسعادة والفرح حياتك لوحة تنتظر الألوان لتبدو أقصر جمال كل مننا بتولد حياته لوحة بيضاء نقية مننا اللي بيحاولها إلى اللون الأسود ومننا اللي بيحافظ على جمالها ونقاها لو الأمس ضاع منك فأمامك اليوم ولو اليوم سوف يرحل فأمامك الغد لتنتظر لتحقق حلمك لا تحزن على الأمس فإنه لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل احلم بشمس مضيئة وغد جميل هنطلع فاصل ونسيبكم مع أول فقرة من فقرات برنامج حياتك مع الفقرة الرياضية اللي هيقدمها صديقي جمال الجزار ورجعنا لكم بعد الفاصل متابعينا الأعزاء وطبعا بشرفني في الستوديو واحد من نجوم الزمن الجميل هناك بين حواري السيد البدوي وبين شوارع طنطة ظهر هذا الفتى الجميل الكابتن الكبير ونجم طنطة ونجم متخب مصر وأحد رموز نادي طنطة عبر التاريخ الكابتن الكبير عبدالله صاوي كابتن عبدالله منوارد منشرفني النهاردة يا ربنا خليك منوارك وجودك والأول ألف مبروك طبعا على البداية الجميلة ديت والمبروك على البرنامج إن شاء الله تبقى حاجة كويسة تكسروا الدنيا بيها إن شاء الله وكلنا ثقة فيكو طبعا أنت تعملوا حاجة كويسة بإذن الله يا ربنا خليك طبعا يا كابتن يعني في بداية أول ظهور لي على قناة الصحة والجمال في حضور نجم كبير بقيمة الكابتن عبدالله صاوي طبعا بعتز وتشرف إن أنا ببدأ أولى حلقاتي مع حضرتك طبعا عندنا خش في السخنة على طول بقى وعندنا قضايا وعندنا أزمات إيه رأي حضرتك النهاردة في الكرة المصرية وما يدور عندنا طبعا أزمات وقضايا هل أنت النهاردة بكونك ابن من أبناء الأندية الشعبية وواحد من رموز نادي طنطة عبر التاريخ هل أنت شايف الأندية الشعبية واخد حقها في الكرة المصرية والله في الوقت الحالي لأ يعني إحنا يمكننا بنتكلم كنا قبل كده كان فيه طبعا يعني لأن ده الشعب ياخدها حقها في جمهاريتها في حضور المباريات الجماهير اللي بتملق الملعب اللي بتأثر في أي حد اللي بتخلى أي حد يقرب ويبقى متواجد لكن طبعا من بعد ظروف البلد والصورة واللي حصل قبل كده في المدرجات فيه قرار تتمنع الجماهير بحضور المباريات متعة حتى الكرة ما عادتش موجودة زي الأول يعني يمكن دايما كانت الملعب دايما مقفلة جماهيريا وطبعا الجماهير هي متعة الكورة يعني اللعيب كمان كان بيبدع في وجود الجماهير النهاردة خلاص بقت كل المواتشات أشبه بالتمرين يعني كأنك في تمرين كأنك بتتمرن ما فيش الحماس اللي بيدفعك لقدام أن أنت تلعب وتكتهد فالحاجات دي كلها قصرت وقصرت بالذات على الأندية الجماهيرية لأن الأندية الجماهيرية بقت زيها زي أندية الشركات اللي هم معندهمش جماهير لكن أندية الشركات طبعا سندها طبعا شركات بفلوس بكم هايل وكرة انت شايف الكرة دلوقتي بقت يعني بيدفعوا قديه وبيصرفوا قديه فبقت الأندية الشعبية خلاص اللي ملهاش دخل مش قادرة على تلبية مطالب اللعيبة لأن سقف اللعيبة وصل لدرجات بعيدة جدا يعني سواء في الممتاز سواء في الدرجة التانية فخلاص يعني واحدة واحدة أنا بشوف أن الأندية الشعبية يعني خلاص بتنقرد واحدة واحدة مش هتلاقي لها معالي النهاردة بنشوف فرق من الفرق الكبيرة يعني خلاص ملهاش اسم محدش بيشوفها فين اسكو اللي كان بلعف الدور الممتاز فين البلاستيك اللي كان بلعف الدور الممتاز لدرجة ثالثة، كفر الشيخة مؤددة بالنزول ضمن هوركة مؤددة بالنزول فين الأندقة الشعبية؟ يعني معلش السنة اللي فاتت بأيديت المحلة كانت نزلت وبعد كده استنت لغوا الهبوط فاستنت فمعلش النهاردة يعني الأندقة الشعبية يعني معدتش متقلقة زي الأول لأن ما فيش موارد مالية بالنسبة لها لكن طبعا نديد شركات هي اللي بتصعد هي اللي موجودة لأنهم عندهم الإمكانيات أن هم يجيبوا لعيب بمبلغ كبير طبعا معايا سؤال أنا شايف أنه سؤال مرير بالنسبة لحضرتك وأنا عارف أن أنت من عشاك نادي طنطة هو سؤال أنا عارف أنه هيكون صعبة لحضرتك لكن إيه رأي حضرتك أو من السبب الرئيسي في هبوط نادي طنطة الاسم الكبير اللي حضرتك طبعا كان لك ذكريات وليك أحلام هناك في طنطة النهاردة طنطة الاسم الكبير والمكان اللي الكل بيعشقه النهاردة مهما كان المشجع زمالكاوي أو أهلاوي لكن تجيب له سير الطنطة لأ بيعشق طنطة من غير أي حاجة إيه رأي حضرتك النهاردة في أسباب هبوط نادي طنطة ومين السبب الرئيسي في الموضوع ده والله هي كارثة طبعا بكل المقييس طبعا هبوط نادي طنطة للدرجة الثالثة في أول سابقة في تاريخها إن طنطة ممكن تلعب درجة ثالثة دي أول مرة تحصل في التاريخ يعني لكن ده كان كبير في الأول وفي الآخر طبعا فيه أزمة وفيه أزمات مالية وفيه كرونا وأثرت على النادي بشكل غير طبيعي لكن أنا يعني اللي مستغرب له إن احنا يعني نزلنا بسرعة الساروخ يعني السنة اللي قبل اللي فاتت كنا في الدورة الممتاز بالنافس والسنة اللي بعدها حبطنا نزلنا للدرجة الثانية ومالدرجة الثانية نزلنا للدرجة الثالثة بسرعة جدا يعني حدة الأسباب ديت يعني هي فيه عوامل كتير قدت للموقف اللي طنطة بقت فيه لكن هو يعني في أي حال من الأحوال لأ كارثة كارثة مش طبيعية وكارثة طبعا صعبة علينا جدا لكن اللي أنا عايز أقوله إن النادي طنطة الكبير دائما بيفضل كبير وهو كيان كبير وإحنا كلنا حواليه وكلنا جنبه لحد ما نقومه تاني إن شاء الله وكل ولاده جنبه لحد ما يقومه تاني ويطلع مكانته الطبيعية تاني لأن طبعا ده مش وضعه أبدا 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 لكن كحوزنا آه طبعا كلنا حزنانين على طنطة لكن ده طنطة كيان الإجابة الدبلوماسية يا شوي لا مش دبلوماسية أصلا أنت لما تيجي أنا أقول لك نبضي الشارع أنا أسف أن أنك بعض الناس في الشارع بتتكلم وبتقول مجلس قدر السبب فيه اتجاه آخر ناس بتقول إن اللاعبين السبب فيه اتجاه آخر بتقول إن الكابتن رضا عبدالعال وجوده يوما ما في نادي طنطة هو السبب هل الأسباب دي كلها كانت عامل من العوامل الرئيسية لهبوط طنطة لا هي عوامل كتير ما أنا بقول لك هي عوامل كتير لكن النهاردة لما تيجي تقول كله مشترك فيه لكن أنت النهاردة لما تيجي تقول معلش النهاردة إن أنا كنت في الدور الممتاز وقد بالك فيه أرقام وفيه لعيبة الأرقام دي معلش يعني أرقام كبيرة على النادي كان في التوقيت دوت كان أرقام كبيرة على النادي وعشان تستمر وعشان يقعد في الدور الممتاز كان لازم يدفع مبالغ كبيرة لما جينا نزلنا من الدور الممتاز بقى فيه دلوقتي فترة ان انت مرتبط مع اللعيبة دي بعقوده وميزانيات كانت بتلعب في الدور الممتاز هم ملهمش دور ممتاز ومش دور ممتاز وفي عقد ساري تمام فالطبيعة اللي انت هتدفعه في الدور الممتاز هتدفعه تحت فانت اضطررت ان انت مش هتلبط طلبات دي فاتطررت ان انت تتخلى عن اللعيبة دي يا اما تدفع لهم عقودهم يا اما تمشيهم وتمشيهم يعني بأسعار قليلة دي من ناحية لكن انا مش هنقول ان برضو يعني هي اختيارات الكابتر الرضا او اختيارات ماه ممكن تبقى عنده ظروفه يعني هو عنده ظروفه مثلا اللعيبة مفيش فلوس في النادي النادي مش قادر يلبي طلبات لكن في الاول وفي الاخر هي كارثة يعني معلش النهاردة يعني احنا مانا ببص الفرق اقل من نادي طنطة ولعيبة ممكن تبقى امكانياتها اقل من نادي طنطة واستنوا مم فهل مثلا استنوا ليه يعني استنوا عشان مثلا طنطة هربت منها في البداية ولا مثلا فأدت ابنات كتير فخلاص الصيقة معدتش موجودة فمعرفوش يلموا نفسيهم بعد كده وده اللي حصل لكن احنا بنتكلم كلعيبة لا لعيبة ممكن تكون فلوسة اقارت عليهم شوية بس ده مرضو كان غزبا عن الناس كلها يعني غزبا عن الناس كلها ما أنا النهاردة ما تقوليش يعني نادي طنطا دايما احنا ولاد النادي ومش بندفع عنه والله بس دي كانت سمة موجودة ان طنطا حقق اي لعيب ما بيتكلش كل اللعيبة بتاخد حقوقها تمام مجلس ادارة حيدر الناس حققها بس فيه وقت معين انت يعني ما كانش متاح ان انت تدفع فاللعيبة طبعا اكيد هي كانت محتاجة ومحتاج انها تاخد فلوسة عشان برضو بيوتها وتصرف والكلام ده فهنا حصلت الازمة من هنا بقى فيه عدم تركيز من اللعيبة انهم اهم حاجة عندهم فلوسة اتأخرت عليهم وده حقهم وبيدوروا على فلوسهم عايزين فلوسهم وبدأت فيه شوشرة تحصل ومرة مش هننزل التمرين ومرة هننزل التمرين ويجي لهم الناس ويتكلموا معاهم ويقدر يتصرفوا في مبلغ تماشي الدنيا فهي الدنيا كانت ملغبطة السنة دي لكن هي في الاول وفي الاخر لا طبعا هي كارسة طبعا لكن لها عوامل كتير كتير مشتركين فيها اكيد طبعا واخد من هيك كلامك طبعا زي ما حضرتك بتقولي اللاعبين والماديات هل النهاردة لغة الانتماء أصبحت موضة؟ لا ما فيش انتماء يعني النهاردة زمان نسمع طبعا بنتكلم النهاردة على اللاعب طبعا بقيمة عماد المتعب لاعب طبعا بقيمة كابتن أبوتريكا لاعب بقيمة وقيل الجمعة كنت نسمع عن حاجة زمان اسماء الانتماء وطبعا على الجانب الآخر في الزمالك لعب زي حازم إمام عبد الحليم عليه كان في حاجة زمان اسماء انتماء النهاردة بنشوف حاجة غريبة جدا يا كابتن وإن الانتماء أصبح موضة هل تتطفق معايا في الكلام ده انتماء؟ لا ما فيش انتماء اللي خلى رمضان صبح ابن النادي الأهلي يمشي عشان زيادة في الفلوس انت فهمني اللي خلى أحمد فتحي بعد ما قدر فترات تقضي كلها مع النادي الأهلي وشال بطولاته وكابتن النادي الأهلي يمشي عشان زيادة في عقده دحقه طبعا أنا مش بانتقده بس أنا بقولك اللي احتراف كده اللي احتراف ان اللعيب بيحاول يأمن نفسه وبيأمن مستقبله لأبعد الحدود أنا جاي اللي مبلغ أعلى من المكان اللي أنا ما عادش فيه انتماء يعني ما عادش يقول انتماء بس فهي قصة قصة احتراف دلوقتي بس أنا اللي أنا بتكلم فيه ان المبالغ بقت عالية قوي وأوفر قوي يعني أوفر قوي في ظل ان فيه لعيبة ما تستهلش نص اللي بتاخده يعني فيه لعيبة كتير يعني مثلا لما نيجي نستثني لعيبة الأهل ولعيبة الزمالك أو لعيبة بيرامج زي الثلاث فرق دولت بيمثلوا مصر أفريقيا يعني بيروح يلعبوا في أفريقيا بيجيبوا بطولات الأهل بيجيبوا بطولات الزمالك بيجيب بيشارك مثلا الأهل بياخد دوري الزمالك بينفسوا البرامج زي موجود في البطولة الأفريقية إنما بقيت الفرق الأسعار العالية هم بيعملوا ايه طبعا يا كابتن أنا أسف بقعطي كلامك طبعا معي نيجي نادي الزمالك وواحد من الذين كتبوا تاريخ كبير في نادي الزمالك كابتن شوق السعيد أهلا بيك كابتن شوقي أبو كباتن شوقي منورني يا كابتن شوقي في أولى حلقات برنامج حياتك سعيد بوجودك معايا يا كابتن ربنا أخلي ما تهمش من زوء طبعا منورني في الاستوديو نيجي نادي طنطة ومتخب مصر وواحد من رموز نادي طنطة عبر التاريخ كابتن عبدالله الصوم طبعا يا كابتن شوقي في البداية طبعا هتكلم طبعا عن بيتك وعشقك الأبدي نادي الزمالك إيه رأي حضرتك النهاردة في الأزمات المفتعلة في نادي الزمالك وتصدير الإعلام للمشاكل جوانادي الزمالك والله دي في قلنا بالكده أنه ده حملة حملة بيجيرها بجموعة من العالمين طبعا في ناس بصراحة ابتداء عن نادي الزمالك زي أحمد جمال وفي ناس بيبقى لها مصالح مثلا لده زي ما كابتن كان بيقول نادي الزمالك زي ما بيجير وعندنا نهائي أفريكيا كان موجود فيه أهل الزمالك حاجة شرفت قصر فعايدين نادي الزمالك يرجع للمجده ويرجع لعصره مش عايديني وقع لأدية الكبيرة دي لأنه ما بيصل صالح الحد يعني مش صالح نادي الزمالك ولا صالح متفقى في مصر لأنه نادي الزمالك يوعة فاكمان رأت إن الناس طرع ربنا ويقف جد نادي الزمالك لكنها معانا فرقة أحسن فرقة في مصر وأحسن فرقة في أفريكيا كمان رأت إن الناس داع الناس الزمالك أكيد يا كابتن طبعا يا كابتن ده يخدني لسؤال تاني أو أخر سيف الدين الجزيري البديل المميز لمصطفى محمد في الزمالك أصبح رسميا لاعي في نادي الزمالك بيعقضي امتد لثلاث سنوات إيه لك في الصفك يا كابتن سيف لعبك أس جداً والعلم يا موض ولكن هو في إزاي مصطفى محمد نفس القوة ونفس التهديف ولكن هو عده أعلم متمازلنا ربنا أعطى إن شاء الله طبعا كابتن كابتن رضا عبعال دائم التصريحات المسيرة للجدل في أحد البرامج أعلم بالأمس أن يجب على كابتن محمود الخطيب قالت ميستر موسماني من تدريب النادي الأهلي هل تتفق مع تصريح كابتن رضا عبعالي النهاردة إن هو شايف ميستر موسماني غير جدير بقيادة نادي كبير بقيمة النادي الأهلي شايف النادي الأهلي يمتلك لعبها كويسة دي ولكن أداءه أداء تقليدي إن هو بلعب عن حجمات المرتدة هو بيكسب وحضر كويس إن هو بيكسب وده حرف كويسة بحسابله هو كل مباراة الصراحة يعني كل مباراة تقيلة اللي لعبها وكل مباراة كبيرة اللي لعبها فات فيها فما أقدرش مني أقول له أمدرك وحش أو أمدرك كاشر بالعجم أمدرك كويس جدا وحضر عينه دي كويسة يعني حاجة بتبقى مطلوبة في المنازلين هو كل حضر طويس يعني طب شفت مباراة الأهل إزاي يا كابتن مباراة الأهل مبالح مع بيرامدز مباراة جميلة من أمتع المباراة اللي شفناها في الدولة المصري منذ أسابيع طويلة شفت المباراة دي إزاي كابتن بيرامدز بتمتلك مجموعة تعرف كويسة جدا جدا ومعام مدرب الموجود حاليا كويس كانت في لعبات كتيرا يعني لعبات كتيرا عن طواب كانوا بواعد عن كشتاوه في الفترة ومش بلعبوا بصفة أكثرية مش شايف من المجارب اللي موجود حاليا يعني بقى مدرب كويسة عاملة وقاعد فترة فريق الأهل يفريق زي ما بقول لك عنده العبات كويسة جدا ولكن مش باني ما عمتوش من السكر اليجومة أفتر يعني ما بشوفه بلعب جين مفتوح تايما من عاكم أسفين كده ولكن كريتين كبار وكريتين مخترمين حاجة بتحثل مصر وحاجة بتشرف مصر لما بشوف فرقة كبيرة كده بتعمل مباراة كويسة الحاجة اللي تكون مباراة بدون جماهير وبنلاقي ان في بعض جماهير من أجل الأهل بتشكم ومستتتجاوز في حاجة اللعيبة جاي مرضو ما تجاوزوا مع الجبانة بلح تجاوزوا مع دونجة حاجات للأسف يعني بتزعل وبتحزن لما بيكون مجموعة بيقولوا انه بتدخلينهم ومعارفينهم وبالجماهير كتير يعني مش جماهيرهم أو أعمالهم ويارفوا السفل لكلهم حاجة يعني حاجين ان انبارح لعيد الشيطين بوالده ويعمل الشيطين بوالده حاجة عنهم مؤسلة الصراحة اتفق معك طبعا يا كابتن في كل اللي بتقوله طبعا لان القوانين في مصر هنا من بداية الموسم في حاجة اسمها ليحة ليحة دايما بتمنع وجود جماهير لكن انبارح في ماتش الأهل وبارماتش شوفنا جماهير كبيرة جدا من النادي الأهلي اعتقد ان كابتن أحمد مجاهد رئيس التحاد الكرة هيكون ليه رد فعل ولجنة المسابقات هيكون لها رد فعل اللي حصل طبعا كابتن شاوي السعيد بشكرك طبعا على وجودك النهاردة في اول حلقة ليا هنا في قناة الصحة والجمال وان شاء الله يكون موجود معنا ان شاء الله قريب بإذن الله شكرا لك نرجع تاني لكابتن الكبير كابتن عبدالله الصاوي طبعا احنا بنتأسف قطي كلامك كابتن شاوي السعيد من الناس الغالية علينا جدا خلينا بقى اخذك فاركو كوكاكولا الشرقالة الدخان حلم الممتاز خلاص اصبح حقيقة تكلمت يعني في ثلاث فرق هيئات يعني فارقه طبعا شركة من الشركات شرقالة الدخان طبعا برضو شركة كوكاكولا طبعا شركة يعني انت الوقت انا لستقول ابنتكلم الانداج الشعبية الجماهيرية بتنقرد النهاردة اللي بيقدر يصرف هو اللي بيقدر يصعد لانه الكرة بقت امكانيات وفلوس فوضع اللي حاصله حتى الثلاث فرق اللي صعدوا صعدوا الشركات فطبعا لا لازم يتواجد لها حل يعني لازم يتواجد لها حل لان الجماهير دي يعني متعة الكرة في جماهيرها فالنهاردة الجماهير دي خلاص يعني ما عادش فيه يعني حيشجعهم لما شوف فرقهم بتنزل بتنزل لقلة الامكانيات وفي فرق تانية بتصرف الكرة يعني البعض بيتكلم بيقول ان ممكن فارقه كوكاكولا والشرقية وانه كنت واجدهم في الدور الممتاز موسم واحد وينزلوا تاني من خلال متابعتك للأجواء هل شايف ان فارقه كوكاكولا والشرقية الدخانية يقدروا نفسه في الدورة او حتى يبقوا موجودين في المنطقة الدفقة ما هو المشكلة مش كده المشكلة في حيث التخطيط من البداية يعني النهاردة انا مجرد ما انا صعدت لازم يعني يبقى فيه سيستم للدور الممتاز عشانا استنى يعني عندي الامكانيات دلوقتي المادية تخليين ان انا جيب لها عيبة عندها المقدرة ان نتخلي في الايد تستنى لكن النهاردة لما نيجي نبص على البنك الاهلي لا البنك الاهلي مش فرقة فقيرة عشان اشوف مثلا ترتيبهم في الترتيب اللي هما من ضمن الناس اللي نزل لكن النهاردة لما نيجي نبص لفرقة سراميكا مثلا لا قدرت ان هي تثبت نفسها من اول مباريات لها في الدوري وتبقى موجودة في الدوري وتعمل شكل كويس واداء مميز جدا كان مع مدربهم تقريبا كابتن هيسم لا يعني وضع تاني فانا اصد التخطيط من البداية انا صعط يبقى لازم الفرحة ما تاخدنيش قوي بالصعود وفي نفس الوقت اطلع قد يضيف شرف كده وانزل تاني فلازم يبقى فيه تخطيط لازم يبقى عندي الامكانات ان انا اجيب لعيبة تقدر تشلني لاني معلش كل مرحلة ويبقى لها لعيبتها انا النهاردة مش كل لعيبة الدوري الممتاز به هيقدر يشيروني في الممتاز ألف فالطبيعي ان انا لازم يبقى فيه تدعيمات قوية ومعليش ماخدش بقى يعني كمان الناس اللي خلاص بطلت وفرقها مش عايزها فمشيها واسمه ان انا لقيت الدوري الممتاز ومش عارف ايه فجيبه واسمه كان مسمع بس كان مسمع عشان اقول النهاردة ان انا عندي نجم ومش عارف ايه انا جبت فلان كان بلعب في الدوري الممتاز لا انت لازم تجيب لعيبة كويسة لقدر تشير الفرقة وتتفق مع قندية وجيب من قندية جيب من قندية بتلعب في الدوري الممتاز لازم تصرف عشان الناس تشيلك على اقل عشان تسبت نفسك وقد بقى لك لمدة موسم ولا موسمين في الدوري الممتاز بقت الدنيا بالنسبة لك عادية انت تلاقي حتى اللعيبة بدأت تتهافت عليك معظم اللعيبة اللي ممكن يشيروا فرقة ببقى القانين انا طالع هروح مثلا الالعب في فرقة لسه طالع من الدوري من الدرجة التانية فممكن تنزل بسرعة فهتتأثر عليها مستقبلا فلازم على الاهل انت تقدر تسبت نفسك سنة او سنتين في الدوري الممتاز بعد كده الامور تلاقي تبقى طبيعية بعد كده هتلاقي لعيبة جاية لك من كل حتة هي اللي عايز التعاقد في ندينك فهي دي القصة طب سؤال خارج الصياق بقى امتى نشوف الكابتن الكبير عبدالله الصاوي مدير فن النادي طنطة والله انا اشتغلت مدير فن النادي طنطة وبالتوفيل لكل الناس اللي موجودة وموجود دلوقتي وليدي المحلوق هو اللي مسؤول عن النادي ومعاه اكرامي صابر ودوله من ولادي النادي برضو طبعا يا كابت اللي احمره متأدير بس خليني يعني اوصف لك اللي بيحصل في الشارع والله انا مش عايز يعني لا انا عارف ان حققت دايما بيحاول تكون بعيد عن الابواع والله والله كمان مرة ويمين انا مش عايز انا مش عايز ان انا موجود سيب امور بيحبك يا كابت ماشي على دماغي من فوق بس فيه كفاءات وفيه ناس طلعة وفيه وليد المحلوقي موجود وفيه اكرامي صابر موجود وفيه من ولادي وفيه كابتن على فطح الله موجود وفيه محمود السقه موجود وفيه عناصر كتير من ولادي البلد يمسكوا انا مفيش مشكلة جات جات مجاتش خلاص بس انا عادي يعني بالنسبالي اي حد يخدم النادي احنا مش هنتأخر على النادي احنا بنقول ولادي البلد تمام ولادي النادي موجودين رهن اشارة النادي مش رهن اشارة النادي عشان هم لأ هم عندهم استعداد يمسوكوا في اماكن بس انا بقول لحضرتك النادي دايما ده يعني بنعتبر دايما ان هو كيان النادي ده احنا تربنا فيه وهو سبب في اللي احنا وصلنا له لو احنا تعرفنا بس لمجموعة صغيرة كان النادي فضله علينا كبير في الحتة دي فاي حد فينا هيستدعى ان هو يشيل مسئولية هيشيلها وقادر ان هو يشيلها احنا عندنا كفاءات كتير اكيد اه والقرار في الاول وفي الاخر لمجرس الادارة هو شايفين من وجهة نظرهم اكيد طبعا ان ده ينفع وده ما ينفعش وانا اللي اعرفه ان هم متعقدين مع الكابتن حمادة مرزوق ابن من ولادنا دي طنطة برضو وكلنا في ظهره وكلنا موجودين جنبه لو احتاج اي حاجة مننا تحت امره انا فيش مشكلة احنا انا بالنسبة لي انا ما عنديش مشكلة خالص انا بغضب نادية في اي مكان اتحطت فيه يعني انا ما فيش مشكلة بالنسبة لي يعني خلينا طبعا اقول لي سيدة المشاهدين يعني الحاجات دي كابتن عبدالله بيرفض انه يتكلم عنها بس انا يعني ايه خلينا نهار دا اتكلم انا عارف كويس دعمك لفريق القرى اخنادي طنطة الحاجات اللي بتقدمها برا الاعلام خالص وبرى الكواليس فانا عارف كويس مدى حبك وتأديرك شفت دموعك من اسبوعين ثلاثة بعد هبوط نادي طنطة للدرجة الثالثة فعارف قد ايه ان الدم اللي جواك بيحب طنطة فانت فعلا انا كابتن عبدالله وعرقنا في النادي دا قوي وبعدين انت عارف احنا في النادي دا انا في النادي دا وانا عندي عشر سنين يعني متربي في جدران النادي من وانا عندي عشر سنين فالنهار دا يعني لا طبعا يصعب عليها ان انا اشوف نادي طنطة معلش اللي كان بيصوله ويقول النهار دا بينزل لدرجة ثالثة في اول يعني حدث يحصل في التاريخ نادي طنطة فدائما احنا دائما كنا بنتباهي بنادي طنطة نادي طنطة كبير نادي طنطة كيان ومر عليه يعني معلش يعني عزماء وطلع فطاحل يعني يعني اما اذكر كابتن توتو وازكر كابتن زقلوت وكابتن حسن سالم وكابتن عادل عايد وكابتن حسن عايد لا يعني لا طلع اجيال وكابتن غامر الشيمي وكابتن نبيه الشيمي لا طلع اجيال كبيرة تفاهمني ومثلت يعني مصر صدر صدر لمنتقب مصر لعيبة كتير فطبعا لا يصحب عليك ان نادي طنطة ينزل درجة ثالثة فصعبان علينا يعني بيقال حاليا في طنطة ان احتمل نشوف عبدالله الصو جديد ايه موضوع الاكاديميات اللي حضرتك عاملوا في طنطة وعرفنا ان انت اي لعب عندك مميز بتقدمه لنادي طنطة مجانا طبعا يعني هو يعني طبعا عندي شغل القاصة اكاديميات القاصة طبعا يعني دوت انا يعني ببني فيها بقى دي فترة والحمد لله والشكر الله يعني واصل الحمد لله لمستوى كويس الحمد لله ومسمع كويس عندي مجموعة مميزة طبعا من اللعيبة وطبعا لنادي طنطة للأولوية طبعا في اي حاجة ومش وهو مش مجانا بس النادي طنطة ومجانا لأي حد انا لما بشوف العيب كويس او ولد كويس عندي ممكن بستغل مثلا على قاطع ان انا مثلا اوديه في مكان بدون اي مقابل انت فهمني يعني ده واجبنا لكن احنا عندنا اكاديمية محترمة وعندي مداربين كويسين جدا ومحترميين ومعنا العيبة كويسة ومعنا اوليها امور كويسين جدا وناس متفاهمة وناس محترمين ودائما بنتشار بيو يعني انا عاملين اصرى كويسة اوه في الاكاديمية يعني الحمد لله وشكر الله كلنا متفاهمين كلنا متعاونين وانا فرحان بيهم واتمنى واتمنى ان انا يعني اقدر اخرج من الاكاديمية او مدرسة الكورة في نادي طنطة طبعا انا مدير مدرسة الكورة لنادي طنطة طبعا اتمنى اخرج للنادي لعيبة كويسة لعيبة تقدر تكمل لان خلي بالك انا اقول لحظاك على حاجة برضو عشان ظاهرة الاكاديميات اللي ظهرها انت بتتعامل مع اخطر سن يعني سن العشر سنين والتسع سنين والاحداشر سنة والست سنين والسبع سن يعني ده اخطر سن فالمفروض اللي بيشتغل مع الناس دي يبقى فاهم بحيث ان انت ما تدمرش طفل يعني ما تدمرش لازم هي قصة مش قصة اكسب انا ما بقولكش انت هو بيبقى مشروع استثماري اه وبقول المدربين اكسبه بس اتعلم يعني قبل ما تكسب اتعلم عشان ما ما تدمرش طفل صغير او تدمر ولد صغير تدينه شغل مختلف اه ممكن مثلا يقزيه وبعد كده اه حدد عليك لا انت لازم تبقى فاهم لانك انت بتتعامل مع اخطر سن نتكلم في سن التلقي اللي هو بيستوعب منك دلوقتي بياخد منك وخلاص الحاجات دي بتثبت جوه مقه يعني فاتمنى اتمنى اتمنى من اللي قايمين على الاكاديميات وانا عارف ان فيه ناس محترمين ومدربين كويسين جدا في بتشتغل باجتهاده بجد تمام لكن انا بكلم الفئة التانية بقى لو انتو ما تعرفوش اعرفو لو انتو ما بتذاكروش اتذكرو لو انتو ما بتتعلموش اتعلمو انا معلش النهاردة لحد انا يعني مسكت مدير فاني الفرق كتير جدا وما زلت بتعلم وما زلت ممكن بقرأ انت فاهمنا عشان اوصل للجديد وما زلت ممكن ااخد من المدرب اللي اقل مني ممكن ااخد اللي هو شغال معايا ممكن ااخد منه معلومة مكنتش اعرفها فانا اتمنى من المدربين خلي عندكو امانة وتقول لا في الولاد الصغيرين دول اتعلم عشان ما اتضمرش ولد صغير كان ممكن يبقى حاجة كويسة فنتمنى نتمنى ان الكل لكن في الاول وفي الاخر لو هو مشروع بالنسبة لك استثماري اشتغل واكسب ما عنديش مانع ان انت تكسب بس انت بتكسب فكر ان انت تطلع حد كويس وتبقى شغال معايا بعلم بحيث ان انت مراعاة الضميرة كابتني طبعا كابتن عبدالله الكلام معاك محتاج حلقات وحلقات طبعا بشكر حضرتك حضرتك قامة كبيرة واسم كبير لك مكانتك انا سعيد ان انت معايا النهاردة طبعا بشكرك في نهاية الحلقة طبعا انا اول لستاذة المشاهدين انه يقوم في الفقرة التانية فقرة الحياة والمجتمع مع الزميرة الغالية والستاذة غادة لكن قبل منه احب اقول يخبرونك انه من صار على الضرب وصل لكن لا احد يخبرك بالقصة الكاملة فالقصة الكاملة هي من صار على الضرب تعصر وسقط تألم ونهض اتته لحظات ضعف فظن بالله ظن الخير حتى وصل مساء الخير وان شاء الله مع الفقرة التانية استاذ غادة